من يتحمل مسؤولية تمكين إيران وخروج سلوك أذرعها عن السيطرة في المنطقة؟ الرئيس الأمريكي جو بايدن أم سلفه دونالد ترامب؟ يتقاذف فريق الرئيسين الحالي والسابق التهم بشأن من تسببت سياساته بتصاعد سلوك إيران العدواني في الشرق الأوسط يقول دونالد ترامب لو كنت رئيسا لم يكن ليحدث الهجوم على القوات الأمريكية وأن هذا الهجوم هو نتيجة مأساوية ومروعة لضعف جو بايدن واستسلامه يعتبر مسؤولون في الحزب الجمهوري على أي حال أن بايدن لم يرد بحزم كاف على أكثر من 160 هجوما شنتها أذرع إيران على القواعد والقوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا والأردن وأن هذا الرد الضعيف شجع إيران على تصعيد هجماتها في المقابر أمر ترامب عندما كان رئيسا بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني من ضمن خيارات الرد على هجوم شنته ميليشيات تابعة لإيران على قواعد أمريكية في العراق أدى إلى مقتل أمريكي واحد من منطلق ممارسة أقصى ضغط ممكن على تهران لتغيير سياساتها وبعد تجاوزها الخط الأحمر وفي إطار سياسة الضغط الأقصى نفسها أدرجت أيضا إدارة ترامب الحوثيين على لائحة الإرهاب لصلتهم بإيران قرار تراجع عنه بايدن في الأيام الأولى من رئاسته ليعود إليه مجددا ولو بصيغة مخففة خلال العام الأخير من عهده بعد فشل سياسة الردع التي انتهجتها إدارته أما على صعيد السياسة العامة فقد قلب دونالد ترامب سياسة سلفه باراك أوباما بشكل حاط تجاه إيران بانسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 كما أعاد فرض عقوبات قديمة على إيران إضافة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة لإجبارها على إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد وحرمانها أيضا من الإرادات الضرورية لتمويل أذرعها في المنطقة وتطوير قدراتها الصاروخية أيضا أما جو بايدن فقد قرر العودة إلى مسار التفاوض مع تهران وانتهج سياسة وصفها مراقبون بسياسة التنازلات المجانية والنوايا الحسنة على أمل ردع السلوك العدواني الإيراني فقررت إدارته خلال نوفمبر الماضي تمديد أعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لتحويل عشرة مليارات دولار لإيران كما أبرمت في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع تهران لتبادل السجناء مقابل تحويل مبلغ ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر جنت إيران أيضا مبلغ ثمانية وعشرين مليار دولار من مبيعات النفط الخام حتى نهاية مارس 2023 أي ما يوازي نحو أربعة أضعاف الإيرادات نفسها في 2021 وفق وولستريت جورنال وحمل أعضاء في الحزب الجمهوري بايدن مسؤولية غد واشنطن الترفع عن محاولات تهران تحايل على العقوبات فهل ثبت أن الضغط الأقصى والعمليات العقابية هي الأكثر نجاعة في ردع تهران أم أن سياسة الرد المحدود ومحاولة الاحتواء لا تزال خيارا ممكن